اشتركوا في القناة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك في قسل الدرعية بمدينة الرياض في بداية الجلسة ألقى صاحب السمو الملكي وليل عهد السعودي كلمة أكد فيها على أهمية الحوار من أجل حل النزاعات في المنطقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخواني أصحاب الجلالة والسمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني وباسم سيدي خادم حرمين الشريفين الملك سما بن عبد العزيز حفظه الله أن أرحب بكم في بلدكم الثاني مملكة العربية السعودية كما يسرني أن أوجه الشكر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة على مبذلته مملكة البحرين الشقيقة من جهود كبيرة خلال رئاستها للدورة الحادي والأربعون مجلس التعاون أصحاب الجلالة والسمو نجتمع اليوم بعد مرور أربع عقود من تأسيس المجلس في ظل تحديات عديدة تواجه المنطقة تتطلب من المزيد من تنسيق الجهود بما يعزز ترابط وأمن واستقرار دولها وفي هذا الصدد نشير للرؤية التي قدمها خالح المشارفين حفظه الله لمجلس التعاون ونؤكد على همية التنفيذ ما تبقى من خطوات واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية ومنظومة تهيد الدفاع والأمن المشترك بما يعزز دورنا الأقليمي والدولي من خلال توحيد مواقفنا السياسية وتطوير الشركات مع المجتمع الدولي يسرني الآن أن أدعو صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك ملكة المحرين الشقيقة لقاء كلمته فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الجلالة والسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نود في البداية أن نعرض عن خالص تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لأعمال القمة في دورتها الحالية بقيادة المملكة العربية السعودية الشغيقة كما يسعدنا أن نشيد بنتائج الزيارات الميمونة الأخيرة التي قام بها صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد حفظه الله لدول مجلس التعاون الخليجي والتي مهدت لعقد هذه القمة خير تمهيد وجاءت تطلعاتها وتوجهاتها معبرة ومؤكدة على ما تتولى المملكة الشغيقة من دور كبير لتغريب وجهات النظر ولتجاوز التحديات وتقديم الحلول المطلوبة مع متطلبات مرحلة العمل الحالية وصولا إلى ما نتمناها جميعا لدولنا من رفعة وازدهار وتغارب لا بد منه لتحقيق المزيد من المنعة والاستقرار ولا يفوتنا في هذا السياق من أن نشير إلى حرص مملكة البحرين خلال فترة ترأسها للدورة الحادية والأربعين لمجلس التعاون على متابعة تنفيذ أجندة العمل المشتركة محققة بذلك الكثير من الخطوات الهامة التي تصب في مصلحة عمل المجلس لما يسهم في الارتقاء بمسيرته وبهذه المناسبة نود التأكيد على أهمية الالتزام بمضامين إعلان العلا الذي نص على التنفيذ الكامل لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهل سعود وفق جدولا زمني محدد وبمتابعة دقيقة للعمل الثنائي بين دول المجلس وإزالة كافة الأمور العالقة بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والبرامج التنموية المشتركة والمنظمتين الدفاعية والأمنية وتنسيق المواقف لتعزيز تضامن واستغرار دول المجلس ووحدة صفها وبما يرسخ دورها الإقليمي بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولي وفي الختام يسرنا أن نتقدم بالشكر والتغدير للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفريق عملها بقيادة أمينها العام معالي الدكتور نائف بن فلاح بن مبارك الحجرف لما يبذلونه من جهود حثيثة للارتقاء بعمل المجلس وكذلك إسهامهم الواضح في الإعداد لأعمال هذه القمة المباركة وستبغى أمالنا كبيرة للمزيد من الاتحاد بعون الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر